ان الله ما ميش حرس الترجي الشاب ايضا لانه بالصدفة ان الاتنين شباب والاتنين ابناء حراس مرمى سابقين والاتنين عاملين مسيرة في الكلين شيت رائعة جدا في البطولة يتنافسوا اه لكن انك انت تحافظ على مرمى الاهلي بدون هزيمة في البطولة مع كل هزي المنافسات والتحديات وكلين شيت لا لا يقدرش لا بصراحة ده كتير قوي تستحق عليه كل التحية والتأدي بص يعني قبل ما يروح اي حتة ايه الروح الرياضية الجميلة دي وبيبوس وبيطيب بخطره روح الرياضية محترمة جدا 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 مصطفى شبير اه عبر عن نفسه في جزء مهم جدا جدا بخلاق موهبته ايه انه سالك 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 ايه هو سالك نفسيا ما عندوش مشاكل نفسية صحية صحية فتجده بيتحب ايه يعني سيبك انه هو يحب الناس لأ ما تكون سالك وتتحب دي اعلى طبعا شوف الكابتن الشناوي اه بمن من هو الشناوي اه ولما يبقى راجع وعايز بقى ياخد الفرصة ويقف تاني واسترد مكانه يقوم بكل الحب والاحتضان مرة يندهلوا ساعة التتويج السلم معاه واخدوا في حضنه المطش اللي فاته ويامش به سواء في الهفتايم او بعد المباراة أستاذ إبراهيم الناحية النفسية لما تبقى إنسان سالك ربنا بكرمك صدقني أنا شخصية مصطفى شبير عاجباني ربنا يوفقه ويحفظه يا رب